استقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير إيهاب بدوي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون ضبط التسلح مالوري ستيورت جاء ذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها المسؤولة الأمريكية للقاهرة للتباحث حول أبرز القضايا الخاصة بالجهود الدولية لنزع السلاح وضبط التسلح هذا وقد تناولت المشاورات بمشاركة الخبراء من الجانبين أهم الموضوعات ذات الصلاة بنزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية بما في ذلك جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح مطلع العام الجاري وتطورات ذات الصلاة بالمعاهدات الرئيسية الخاصة بنزع السلاح النووي وحضر انتشاره بما في ذلك معاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية